حكاية بتاعة فيتوريا دي وأتكلم معك بصراحة يتقال إنه بيحاول أو بتحاول القصة بيبواصها اتحاد الكرة مالياً وإدارياً عشان يورط فيها حازم إمام اطلاقاً هقول لك كلمة فضل كابتن حازم إمام من أفضل الناس اللي تشتغل معهم جوة اتحاد الكرة ومن أكثر الناس حرصاً على مصر وعلى سمعة مصر وعلى منتقى مصر حازم إمام لما تم تعاقد مع فيتوريا لما تعاقد معه منفرداً احنا كلنا شفنا وبصمنا بالعشرة أن الرجل ده من المدربين الكبار جداً ومن أفضل المدربين لتولى التدريب منتقى مصر فأي مسئولية داخل اتحاد القرى القدم هو مسئولية مشاركة ده ينفرد بقى واحد هو أنا مثلاً إنه حصل الفرح أقولك ده الفرح لكابتن حازم إمام حصل الحزن أقولك لقاب لا كلنا مشاركين في الإيجابيات وفي السلبيات تقع على تقنق وإحنا مجلس بيقوده رئيس حيحسب لك النجاح وأيضاً وينسب إليك العدم كابتن حازم إمام بعيد ليه عن اتحاد القرى بقاله 6 شهر لا مش بعيد تما كان موجود معنا في المباراة مصر الأخيرة وقعد جنبي في الكرسي لا فيه فرق من المدرجات وفيه فرق من مبنى اتحاد القرى واجتماعات اتحاد القرى هل كابتن حازم إمام بيحضر اتحاد القرى؟ حضر يعني بس فيه اجتماعين لما حضرهم مش كابتن حازم إمام اجتماعين بس لكن لكن فيه حاجات احنا معنا جروب بيشترك معنا وتكلم معنا التليفونات لو فيه اي مشورة بنتكلم فيه اتكلم في الأخيراً في المتخب الأوليمبو لا الكابتن حازم قيمة كبيرة ما نقدرش اللي احنا العلاقة بين الكابتن حازم والكابتن جمال علام علاقة جيدة جداً جداً علاقتنا كلنا ببعض مفيش بس نفسي نتقابل في مكان وشوف يقابل بعض ويتكلم وزي وقعدين مع بعض وقال فيش حاجة من دي خالد